جلد نظيف الليلة من آدم الشيخ ده هنا آدم الشين ده هنا الشين والوجيه كله هنا الليلة من النجيمون إن شاء الله والله الذي لا إلى غيره لو الخروج جائز نحن ما خيابة زي أكد لو الخروج جائز كان بنشرب الشاي في بيتنا ياب نفطر في شارع النيل ياب في أحمد شرفي أصلا ما عندنا واحد ما بنمرك في ماليزيا يبتع ماليزيا ونحن قبل نبدأ أي شيء جايبين كتب ما تتلولوا بعدين انتو كيزان ما كيزان نحن ولا الكيزان بيرضوا بينه أفهم الكلام ده كويس انتو أمنجية نحن ما أمنجية ما أمنجية ولا بندخل في الأمن لكن ما بنحارب الأمن ولا بنخرج على الأمن ونحن الدين اللي بنعتقده بنقوله هنا ما بنطفش لي ماليزيا مارق هنا ومرك في ماليزيا والله الذي لا إلى غيره واحد برى البلد برضو شغال كوري هذا واحد برضو بتاعين هنا هيجوا الجماعة وإلى آخرين هو الشعب الداء عنده الرسالة يحاكم محكم بعدالة وين ته شرك شغال في البلد دي مالان هنا سالخروج الكلهم كلهم بالفنانين بالمارقين برى البلد بيت جوة ما سمعنا واحد فيهم بنكر المنكر كالشرك بالله سبحانه وتعالى ما لقينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى في هذه الليلة نتناول هذه القضية التي أرقت الكثيرين وجعلت الناس إلا من رحم الله تعالى يتخبطون ولا يهتدي إلى الحق إلا من وفقه الله جل وعلا قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وهذه القضية هي قضية الثورات والمظاهرات التي تقام في هذه الأيام في بلادنا هذه وأريد إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء أن أتناول هذه القضية وأرجع فيها إلى حكم الله سبحانه وتعالى وأرجع الناس إلى ذلك الحكم من خلال طرح الأدلة القوية الواضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والليام دا جماعة في مجموعة من الناس زي خمسة ولا ستة انفار لبسوا على الناس وأخرجوا الرجال والنساء والصبيان والفتيان والفتيات إلى الشوارع وأشعلوا نارا الفتنة ونشروا الفوضى بين المسلمين في هذه البلاد وأرادوا زعزعة الأمن بحجة إزالة الحاكم وبحجة المطالبة بالحقوق وده الكتار جدا وإن شاء الله نحن جبنا الكتب دي لأنه في بعضهم قاعد يتفلهم وبعضهم قاعد يكورك وبعضهم قال بالناظر ناس الدين وكذا 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 قريب خمسة ولا ستة من واحد اسمه زنون من زنون دا دا لخبتين ومرك في النهاية ماليزيا لحد واحد اسمه محمد الأمين إسماعيل مرورا بآدم إبراهيم الشين مرورا بمحمد عبد الكريم مرورا بمحمد علي الجزولي مرورا بالفنانين زي واحد اسمه أيمن ماه اللمو كلهم إن شاء الله ننجمنا الليلة بفضل الله تعالى ونحن قبل نبدأ أي شيء جايبين كتب ما تتلولوا بعدين انتو كيزان ما كيزان نحن ولا الكيزان برضو بينه افهم الكلام ذا كويس انتو أمنجية نحن ما أمنجية ما أمنجية ولا بندخل في الأمن لكن ما بنحارب الأمن ولا بنخرج على الأمن نحن ما أمنجية ولا بنحارب الأمن ولا بنخرج عليهم ما خوف منهم خوف من الله سبحانه وتعالى الأمرنا ما نخرج عليهم كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الأدلة ناس يعقى أطال أو سفلة ساوين لنا جوطة في البلد والله الذي لا إلى غير تمرك تشتغل تلقى رجال نسوان بره مولعين لستك والأدهى والأمر أن الكثيرين يتكلمون باسم الدين وحدهم باسم العدالة وحدهم باسم السلام وهم يشعلون نار الحرب إن شاء الله الكلام يأتي مفصلا والنازل كله إن شاء الله يناغش دا الحي يوسف معتز دا واحد كمان مصري دا برضو استلم القضية وداك بغادي واحد يعني من الجماعة قاعد لا فينا في الحاج يوسف قاعد عنده منبر دا برضو بنجيو إن شاء الله في وقته دا غير بتاع أقسمها برضو جايب اللي والرد إن شاء الله بتاع التكسيم داك برضو بتاع عنصار السنة لخبة شديدة جدا الناس هاجوا ماجوا ونحن نرجو بهذا الرد نرجو أولا الأجر من الله سبحانه وتعالى ثانيا نرجو تبصير الجاهل والأعمى لانو يغشوا الناس يا أخ أم يا أخي مسلمة وأم ضعيفة أغرجوا النسوان النسوان جلدون بعد دا يستخدموا العواطف جلدوا النسوان جلدهم من بيوتهم ولا مرقا مره نحن كل المسائل جايننا ناغشة قل لك الحاكم مشل الصوفية انتو رأيكم شنو جاينك عديل ولا لا فين دارين مناظرة معانا سدين جاينك عديل اتو يا ناس بتتكلموا من جانب واحد انتو ما منصفين جاينك عديل انت بس شي تحييلك واسمع الكلام دا منولوا لي آخروا ما بطنك تطم تشوف شكلنا كذي تمرك طوال تمرك ليه انت بتمرك تحرق اللساتك ما قادر تصبر تتحملنا وانا العمة ما اللي بيستع لانه في عطالة دار رد عليهم ما بيستع لذاتوا يقابلون بعمة والله حلقت الليلة صلاح كنت دار اديها زيت سمسم واجه سائل لكننا زي الهاجو في العربية قالوا للا البس المهم حاجاتك لكن كنت دار اجيهم بصلاحة دي تلمع شفتها اديها زيت سمسم شانت شوفني كويس لما انت قابلنين احنا ما خايفين منك افهم الكلام ونحنا الدين اللي بنعتقده بنقوله هنا ما بنطفش ليه ماليزيا ماركون هنا ومرك في ماليزيا والله الذي لا الى غيره واحد بر البلد برضو شغال كوري هذا واحد برضو بتاهم هنا هيجوا الجماعة وإلى آخر هوك الشعب عنده الرسالة يحاك محكم بعدالة وين ته لن نعرف الحاصل شنو بتاهم الراب خلوا الصع لك خش في البدع هو الله يصل لا تتبعوا خطوات الشيطان من معصية خش في البدع الدين طيب ونحن إن شاء الله قبل نذكر الأدين اللي جبنا الكتب الستة البخاري المسلم سنن ابي داود الترمذي ابن ماجا سنن النسائي وجبنا غير الكتب الستة كسنن الدارمي والسيسي الصيحة للألباني كل الكتب دي فيها تحريم الخروج هذي الكل هن كيزان برضو البخاري كوز برضو ده لما حسن البنع شيخ الإخوة المسلمين ما كان مولود ذاته مسلم برضو إمام مسلم برضو آخو مسلم سنن النسائي النسائي الإمام النسائي برضو آخو مسلم خلوه أجمع المكرفون كله خلوه نتكلم سايا إن شاء الله الناس الصوت بوضح مش واضح الصوت هجمع آه خلو خلو الصوت جزاك الله جزاكم الله خير طيب الكلام قد يطول نحن جماعة قبل ما نبدأ الآيات والأحاديث قالوا الزول إذا هيت داير تجلد جلد نظيفة ما تبدله بضربة تغمره لأنه لو غمر قد ما يشعر هاي فأول شيء تنفض شوية 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 تاني تدل الجلد شنو النظيف إن شاء الله نحن بنبدأ بأقوال الأئمة بعد ذاك نجل الأدلة وإن كان الأصل أنه تذكر الأدلة ثم يذكر أقوال شنو الأئمة طيب لكن احنا بنذكر أقوال أئمة كحكم أما كشرح بيجي إن شاء الله في أكتب طيب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه الأجوبة المفيدة يتناول المظاهرات ويسأل عنها ويأتي الجواب إن شاء الله تعالى وده مفروض يستفيد منه ناس الهواري وغير الناس اللي بيقسم المظاهرات مظاهرات دي كلها حرام ما بتجوز في الشريعة لا سلمية لا غير سلمية لا غير من التكسيمات الباطلة طيب سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الأجوبة المفيدة في الصفحة ميتين واحد وثلاثين هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآسي الأمة الإسلامية الجواب قال ديننا ليس دين فوضى ديننا دين انضباط ديننا دين انضباط دين نظام ودين سكينة والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين دي استوردوا اشنو؟ من بره وكلام الشيخ الفوزان ده قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واستدل على المنع بقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وهذه المظاهرات ليست من سبل وليست من سبيل المؤمنين فهي من سبيل الكافرين ومن سبيل أعداء الله سبحانه وتعالى قال وما كان المسلمون يعرفونها ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن هذا هو دين الإسلام قال والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية طرق الشرعية تمشل الحاكم تناصحه فيما بينك وبينه فيما بينك وبينه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية والمظاهرات علانية ولا ما علانية علانية وليأخذ بيده وليخل به فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه طيب قال هذه المظاهرات تحدث فتنا كثيرة تحدث سفك دماء والكلام هذا حاصل ما بتقدر تنكره ما يقول لك هذا كلام بتاع العلم ديل والجماعة ديل في سفك دماء ولا ما في سفك دماء بالفنانين قالوا أنا متابع الشغل هذه الآن أي ممودة بتعرّب دا تعلقبة دا كمان مسكوا القضية دي قال هذه المظاهرات تحدث فتنا كثيرة تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال فلا تجوز هذه الأمور ما بتجوز في الشريعة دا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى طيب كلام الشيخ مقبل في تحفة المجيب شيخ مقبل من شيوخ اليمن دا من السعودية وداك من اليمن كلهم قاعدين الآن كلهم يجوك طيب في كتابه تحفة المجيب صفحة ميتين وتمانية لي ميتين وتسعة قال رحمه الله تعالى من ميتين وسبعة قالوا له هل الخروج ضد الحكام مسموح هل مسموح به في الشريعة وهل يجوز ذلك الجواب قال الخروج ضد ضد الحكام بلية من البلايا التي ابتلي بها المسلمون من زمن قديم قالوا أهل السنة الذين يتبعون السنة ويتبعون الحق قالوا أهل السنة بحمد الله لا يرون الخروج على الحاكم المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه فاقتلوه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنقا الآخر منهما الآخر أو الآخر الجأخير يعني الجأخير طيب قالوا عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يقول دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أم بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعسرنا ويسرنا قالوا لك الضايقنا واحد جايبينه برضو قال حصله قال الزول بموت إن قاعت في بيته بموت بالجوع شوف الكذب ده وإن مرك بره يموت ياهو بيش شغل در الشاشات وكذا أخير يمروك بره يموت بره الكلام ده جماعة ما كذب زول إن قاعت في بيته بيموت من الجوع كذا خلي الحكومة دي الحكومات الجات في البلد دي كله أسألوا التاريخ كله بتاع البلد دي فاتشوه وأسألوا ناس التاريخ ورون سوداني واحد بس واحد بس ربط حجر خليمات من الجوع ربط حجر بس من الجوع يا ناس الكذب خلوا اللف والدوران طيب قال أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسرة علينا استئثار بالحقوق ظلم حاكم يكون ظالم ويشل حقك قال وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان قال فالخروج على الحاكم يعتبر فتنة فبسببه تسفك الدماء ويضعف المسلمون إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى ووافق كلامه كلام الشيخ الأول طيب نازل كلامنا العلمة ديل القدامة والآن كلام المعاصرين واحد لا فرق بينه لأنه يخرج من مشكات واحدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب والناس اللي بيخرجوا يتقال بيخرجوا له بيخلوا النصوص وبقدموا العقل نحن وبعدين بيجيونا أفكار كذي يعني البلد دي نمره كذي بعد شوية ندق الجماعة ذيل بعد شوية نقلبها بعد شوية نقعد بعد شوية الأمور بتمشي تماما لحد دي مرة قالت ها يتو يا يعني يا سابدقن ها الحاكم دا لو زاد الباصطة الكيلو بقاو بكذا وكذا ما بتمرق برضو زاد الباصطة كان شال مرة واحدة قاعدنا بقينا زي الصوفية ناكل قرد ما بنمرق برضو الرسول قال ما تمرق وكان قال أمرق ما خايبين زيكم نحن نحن ما خايبين زيكم كان قال أمرق بنمرق عديل ما بنمرق في ماليزيا بنمرق كذي على شرع النيل فما الحاصل أصلوا من نمرق ماليزيا نمرق عديل لكن الرسول قال ما تمرق صلى الله عليه وسلم بيجيك انت بس أسألني قل لي قال وين قال وين ويأتو الحاكم الماب يمرقوا عليه انت بعدين أسألني الأسئلة دي وأنا قبل ما أتسألني إن شاء الله بجاوبك طيب ابن الجوزي قال الخوارج ذا من بدري بحكم عقولون وأصحاب الأهواب بحكم عقولون وده من تلبيس إبليس طيب في كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله تعالى يأتي التعليق قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس على الخوارج قال هذا الرجل يقال له ذو الخويصرة لحرقوس ابن زهير قال أو زهير ابن حرقوس عند بعضهم قال اعدل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فوالله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم قام ده حكم عقله فهموا إنه العدل من مفهومه الخاطئ التسوية وهو العدل ما في كل الأحوال بيكون التسوية لأنه لو في خصومة ده عنده مية مليون وده عنده عشرين مليون من الظلم تدي ده خمسين وده تديه شنو؟ خمسين التسوية مرات بتكون ظلم طيب وإن كان ذي بالغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أدرى بحكم الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا قال ابن الجوزي رحمه الله هذا الرجل يقال له ذو الخويصر التميم وفي لفظ أنه قال له للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل يعني النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال فهذا أول خارجي خرج في الإسلام وآفته مشكلت شنوه أنه رضي برأي نفسه ولو وفق لو الله وفق لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول رأي ما من الهوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى طيب دي رسالة للجماعة هذه عشان بعدين لما نجيب النصوص هنفهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كلام وحكم أفضل لئن من التنظيرات بتاعة فلان وفلان ومن تنظيراتنا البجيهم من نفسهم يا أخي الله في القرآن قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم يعز عليه أن تصيبكم المشقة حريص عليكم على نفعكم بالمؤمنين رؤوف رحيم طيب الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى له كتاب في لزوم الجماعة والإمام ونقل فيه أكثر من إحدى عشر دليلا في تحريم الخروج على الحاكم نحن ما نجيب أكتر من كذي إن شاء الله شفت في المجلس ده أكتر من كذي إن شاء الله بتجيك لهذه أنا أعزي النازل دائرة نفضهم أول شي شعني سردبوا للجلد كويس جلد نظيف الليلة من آدم الشيخ ده هنا آدم الشين ده هنا الشين والوجيه كله أنا الليلة من النجيمون إن شاء الله وداك القال دائر مناظرة وفزة مشا مشا وين هو ما ليزي نحن الحقكي ناك يعني دائر مناظرة خرجنا نحن في السودان هنا تعالين هنا أنا سوداني وسوداني أنا والله انت مجين هنا دي نناظرة كوي هنا التاسي وبعدين كذا يخليه دا في وقته إن شاء الله طيب الشيخ عبدالسلام برجس رحمه الله تعالى أيضا يقول بتحريم الخروج على الحاكم وبالنهي عن ذلك قال ومن ذلك أيضا وينهى عن مفارقة الجماعة جماعة المسلمين قال ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم أن الشيطان مع من فارق الجماعة قال أخرج النساء في سننه وابن حبان في صيحه عن عرفجة ابن شريح الأشجع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هنات وهنات قال فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان فإن يدى الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض شيطان جار معه طيب قال وقد أخرجه مسلم في صيحه كما تقدم مقتصرا على قولي وإنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان طيب الودى اللي اسم زنون دا قال الثورة دي الثورة دي ما في قال مفسد واحد ولا شر واحد تلقوه إن شاء الله تسجيله تلقوه قال الثورة دي ما في شر واحد ولا مفسد واحد تعشف الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة يرد على أمثال هؤلاء قال لم يختلف العلماء قديما وحديثا الأجري برضو أخو مسلم الأجري كوز برضو برضو كوز الأجري رحمه الله قال لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصات لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صلوا وصاموا واجتادوا في العبادة عصات أن صلوا براء صلوا دجوزوا من الدين لكن عصوا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الطاعة طاعة ولاد الأمور طيب قال فليس ذلك بنافع يا حاكم احكم بعدالة والله هو بالدعو إنهم بأمروا بالمعروف وبأنه عن شنو المنكر قال ويظهرون الأمر بالمعروف والناي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم لأنهم يتأولون القرآن على ما يهون يموهون على المسلمين وقد حذرنا الله عز وجل منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده وحذرناهم الصحابة طيب رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم قال والخوارج هم الشراط الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج قال يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين خاصة قتل المسلمين من مولاة الأمر والله وفرحانين قال لك قال ابن تاتشر وكسرنا فلان وفلان وين ودوا الدين وين ودعمنا لكذا وكذا وكذا طيب دلقى جري رحمه الله تعالى ابن أبي زيد القيرواني وهذا من المالكية واستمع إلى قوله وعلق على قوله وشرحه الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى من علماء المدينة هذا كتاب هنا طيب ده من أمتع الكتب في هذه المسألة وفي غيرها قال شنو قال ناس اسمع علينا بإنصاف والله يكرهون سألنا نزل قالوا إنتم وبتنفعوا معنا كويس قال ابن مسعود رضي الله عنه اقبل الحق وإن جاءك من بعيد بغض واردد الباطل وإن جاء وإن جاءك به حبيب قريب نحن مش بتبغضنا آه شكرا لك نحن مش بعيدين منك آه شكرا لك أقبل الحق أقبل النصوص وخليك واضح خليك شجاع أكفر كذب شجاع عديل ما تتلولو لما تجي تكفر أو أكفر بشجاع نحن أم نقول الخرج على الحاكم كافر لا البرد النصوص خرج على الحاكم ده عاصي ومزنب في خطر وجينا الليلة الرد عليه لشان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونحن ما حكام وماذا يرينا الحكم يعلم الله المستوي على عرشه الليلة لو جاءنا الكرسي في الطرابيزة دي بنقوم نمش منه ماذا يرينا حكم دا أن نعيش كذي كعامة المسلمين لكن ننشر التوحيد وننشر السنة ونحارب الشرك نحارب المشركين نحارب البدع والمبتدعين طيب دي العلماء كلام بتاع علماء تنظير ساي ناسي أخذاتوا لا بيخجلوا الرد عليه فلانا والرد عليه فلان واحد يجي يشكي والله قبضوني وجلدوني ياهود ما تشكي حيلك واحد تاني بيغادي واحد جاي منه يبكي كمان يبكي دموع التماسيح في خدود الضب كررر يبكي ياهود بتبكي انت بتبكي للعقيدة تبكي حرقة على السنة طيب قال 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 الشيخ العباد حفظه الله تعالى ادى كلام ابن ابي زيد القيرواني بعد ذاك بيشرح الشيخ العباد قال قوله اللي هو قول المؤلف ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله المالك والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم يعني هذه الطاعة مما شرعه الله سبحانه وتعالى قال قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر هم العلماء والأمراء فيسمع للعلماء ويطاع فيما يبينونه أي من أمور الدين من أمور الدين ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل أمرك بأمر غير معصية تطيعوا لو أمرك بمعصية ما تطيعوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف في صيح البخاري قال لك سوي حفل الحاكم قال لك الليلة سوي حفلة ما تطيعوا قال لك أشرب خمرة ما تطيعوا لكن ما معنى إنك ما تطيعوا في المعصية تشيل سيفك تمرق عليه قل لي أنا ما بسوي حفلة جلدك تحمل لكن ما معنى شيل سيفك وشنو هوي دا قال سوي حفلة تمرق عليه طوالي طيب قال إلى أن قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وروى مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى كما في تفسير القرطب في الجزء الخامس صفحة ماتين وستين لا يزال الناس شوف الكلمة دي قال لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء السلطان عنده عظيم لكن ليس عظمة الرب عز وجل وإنما عظمة البشر وكذلك العالم العالم معظم بسبب علمه قال فإذا عظموا هذين العلماء والسلطان قال أصلح الله دنياهم وأخراهم وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم ذا كلام العلماء ودامنهم سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى طيب الإمام مالك نقل إن ذات سبب المصائب والغلى والتعب قال دا المعاصي ما هل ترأيك شون دا الإمام مالك في كتابه الموطأ قبل من جيك ليلة حاديث أن ليلة كثير من الناس لمن تقول لهم السبب الزنوب والمعاصي والواجب على الناس ترجع إلى الله جل وعلا والغلب زول وكذا وكذا وإلى آخره وقال تعالى وما أصابكم نصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يقول لك يا ذو الكلامكم معروف كلامنا نحن دا الإمام مالك بل الدقاله مالكي قال رحمه الله دا كتابه الموطأ قال رحمه الله تعالى عن إسماعيل ابن أبي حكيم أنه سمع عمر ابن عبد العزيز يقول رحمه الله تعالى كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم المنكر لما نعملوا جهارا انتشر بين الناس بعد ذا العقوبة بتنزل كالجوع والتعب والغلاء لذلك الآن المنكر منتشر حفلات قائمة وقاعدة عنانة رابط والله الذي لا إلى غير شرب للخمور فسوق تبرج منتشر بل الأدهى والأمر الشرك بالله تعالى شكيه رب العزة والجلالة قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا شرك شغال في البلد ما لا نقباب هنا سالخروج الكلون كلون بالفنانين بالمارقين بر البلد بيت جوه ما سمعنا واحد فيهم بنكر المنكر كالشرك بالله سبحانه وتعالى ما لقينا دا موضوعهم بس الغلاء والبلد والحكومة والضغط والاضطهاد والكبت وإلى آخره ونحن ما في واحد فيهم بحاربة الشرك بل بالتمس الأعذار لأهل الشرك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الرد وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى طيب طيب نذكر أقوال الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة في حكم الخروج بعد ذلك نجي نذكر الأحاديث والآيات الواردة في ذلك نبدأ إن شاء الله تعالى بالمالكية ذا ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد أبو عمر صاحب كتاب التمهيد الذي شرح فيه موطع الإمام شنو مالك رحمه الله تعالى قال والكلام ذا تلقى في التمهيد في الجزء ثلاثة وعشرين صفحة ميتين تمانية وسبعين لصفحة ميتين وأحيو تمانين قال وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقال هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا دا كذي قال فإن لم يكن كان بقى الحاكم ما عادل ولا محسن ولا فاضل قال فإن لم يكن فالصبر دا ابن عبد البر وهو أبو عمر رحمه الله تعالى قال فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين الجائر دا العادل ولا الظالم الظالم صح ولا ما صح طيب قال فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه ودرد عليه طارق السويدان ورد عليه عبد الحي يوسف ورد عليه محمد الأمي إسماعيل ذلك الرجل الضخم الصوت الضخم البنية ولا نحسده على ذلك لأنه لا يحسد وليس في مكان يحسد عليه بل في مكان يتأسف له عليه ويحسن عليه بسببه ذولي يا أخي الله مدي من بر ومدي مكان بين الناس ومدي بلاغ ومدي صوت بل يدافع عن الله سبحانه وتعالى وبدل يدافع عن الشريعة يتبع أهواء المضلين وأهواء العامة ويخالف شرع الله تعالى يصف الحكام بإنه شجرة الغرقة ويهيج اللي يام يهيج في الناس وهؤلاء وووك الاخرين طالله ما الطغيان يهدم ويكورك ومرات بيبكي الغريبة بيبكي عديل عمك ده وأنا داري عارف أنصار السنة رأيون شنو هذا رأيون شنو عمك ده ده نايب رئيس الجماعة ده نايب عديل نايب ده عضة حر ده نايب ذاته أنت رأيون شنو ناس غريبين يا أخي طيب قال فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال ودرد على زنون ده قال المظاهرات ده ما في أي شيء الثورة دي قال ما في أي مفسدة ده العلماء ده ابن عبدالبر أنت بتجي جنبه وقال ده المناظرة مع ناس الدين ده زنون ده ده المناظرة مع ناس الدين ورد على الطاهرة التوم قال له قال رسول الله ده وذاته مسجلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل وده حديث وما قادر يميز بين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام عمر من الخطاب الذي يروى يروى عنه ما قادر يميز ده سوي مناظرة مع ناس الدين ها جايينك الليلة انت وين ذاته تعالنا ناظرك ويلمه فيك كيف ذاته وانت جريت فالزيت أنا جايك في وقتك طيب قال والخروج عليه قال قال لأن في منازعته والخروج عليه والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف البلد بيبقى فيه شنو خوف وده حاصل الليلة ولا ما حاصل يا جماعة قل لك ما تمشي بالشارع الفلاني فيه مظاهرات ما تمشي بيغادي وها ما ركته الأزعار نزلت كذي ما ركته حليته المشكلة يعني طيب قال استبدال الأمن بالخوف ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء قال وشن الغارات والفساد في الأرض وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولى هما بالترك لو في مكروهين أعظم المكروهين أولى بالترك يعني تدفع المفسد العظم بالمفسد الدنيا يعني الموت مفسد عظم وأكل الميت مفسد دنيا مقارن بالموت شكرا الله أباح أكل الميت في الصحراء كون كون في غلاء دي مفسد كون في غلاء وفي دم وفي اعتداء على النساء والأعراض وفي زل وفي 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 دي مفسد أعظم فتدفع هذه المفسد العظم بالصبر بالصبر والجلد والتحمل طيب تصبر على الغل نملة يا أخ زي ما ذكروا لإخوة وقبلون العلماء نملة راعة المصالح والمفاسم قالت نملة يا أيها النمل دخلوا شنو مساكنكم نملة الله جابه في القرآن دي نملة جبانة دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون نملة فام يا أخ بدخل الناس في بيوت عشان ما يكسرون يا أخ تدخل النمل ما عليش داكا زي ذكر النمل يمرك في النمل يمرك في الناس موش في النمل يمرك فيون وهم رقى بره البلد أنا الحارقني وهم رقى بره البلد انت لو دين ولو حق ما يرق ليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للناس هاجروا للحبشة وقاعد في مكة الهجرة التانية النبي عليه الصلاة والسلام طلت طائر سنة في مكة مع المشركين يدعوه للتوحيد وقل لهم ده باطل ودحق وحد الله وكذا 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 وقاعد ما مرك خلى أصحابه صلى الله عليه وسلم لمن جات الهجرة بعدها هاجر والصحابة هاجروا رضي الله عنه انت مارك ليه وعمل فيه شجاع إلى آخر طيب إلى آخر كلامي ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وده من أئمة المالكية ده المذهب المالكي ده شارح كتاب الموطأ نشوف المذهب البعد المذهب الحنفي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية ده المذاهب الأربع الليلة ده النجيبة بعد ذلك نذكر الآيات والأحاديث في الباب إن شاء الله تعالى وهذا شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى معه كتاب لا أظن بإعجائي هذا ما فيه أيوة هذا حافظين كلام قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وأئمة المسلمين وينجاروا وينظلموا إلى آخر لكن ده أن نجيب الكتب كان نوري الناس في النهاية قال صفحة تلتمية سبعة وتمانين ولا نرى الخروج على أئمتنا وأولاة أمورنا وإن جاروا جاروا يعني شنو ظلموا تجادل على الكلام هل العلماء برضو الظلم للأمة وهل النبي عليه الصلاة والسلام برضو الظلم ما برضو لكن لأنه في ظلم أكبر لو ما رأيت الأحكام دي في ظلم أكبر بترتب وبقع عليك وما بتقدر تتحمله لو بتمشي السوق وبتجي ومضايق وفي غلى والله بيفتح عليك توب لربك توب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم شنو مدرارا ويمددكم بأموال تاني في مشكلة اقتصادية وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لكن تتوب كيف قال وإن جاروا ولا ندعو عليهم ما مندعو على الحاكم قال وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضًا بتجي الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى قال ما لم يأمروا بمعصية كان أمروا بمعصية ومنطيعوا في المعصية ولو جلدون ولو عزبون لكن ما من نخرج عليهم نهيج الناس عليهم قال وَنَدْعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاءِ نقول يا الله أصلح أولاد أمرنا وعافهم ووفقهم لطاعتك ولتطبيق شرعك وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دا المذهب الحنفي أتباع أو الذين هم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى المذهب الشافعي نذكر مثالا لذلك الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو من أئمة الشافعية برضو عند بلوغ المرام برضو من أئمة الشافعية الإمام النوي رحمه الله في شرحي لصيح مسلم المنهاج شرح صيح مسلم الحجاج نقل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم المسلم في كتاب رياض الصالحين ذكر الأدلة على السمع والطاعة دا ابن حجر العسقلاني رحمه الله دا بلوغ المرام دا شافعي الصفحة مئتين تلاتة واربعين من بلوغ المرام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية رواه أو أخرجه مسلم وأيضا قال عن عرفج ابن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم في صحيحه دا ابن حجر العسقلاني وهو من أئمة الشافية نجل المذهب الحنبلي الإمام أحمد عنده كتاب اسمه أصول السنة للإمام أحمد أيوة وهذا شرح أصول السنة لشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حافظه الله تعالى نحن نجيب كلام الإمام أحمد أول شيء خلي كلام الشارح نجيب كلام المؤلف وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال والسمع والطاعة الصفحة سبعة وخمسين قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر يعني الحاكم لو كان بر تسمع الطعليو ولو كان شنو فاجر تسمع ذا الإمام أحمد ها برضو ذيل باع القضية ذا برضو خشة في السيازة ذيل بتتبعوا لها دين لما بتجي كسي لها دين لبعا شوية ليه نطيع الفاجر نطيعه في غير المعصية طيب لو أمرنا بفجور ما بنطيعه طيب نخرج عليه لما نخرج ليه لأنه من تخرج بتجي مفسدة أكبر أفهم يا أمة أفهم واحد يقول لك والله أنا الليلة شفت ليه موقف حرقني جدا حرقك شنو الله يقول لك ثلاثة بنات جلدون جلد شديد ورفعهم في التاتير أيواء جلدون ساي جمع الشات اشترهم سكر جلدون ولا عملا شنو والله خرجا خرجا آي بعد ذا شدوا حيلكم قال تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى دا الإمام أحمد قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة قال واجتمع الناس عليه ورضوا به ورضوا به ومن غلبهم الرضوا به اطيعوه طيب والغلب جبل غلب وقال ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين برضو يجب السمع والطاعة له لأنه صار متغلبا قال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر 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 عليكم عبد حبشي إلى آخر الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى طيب كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى دا توفي سنة تلتمية تزاعة وعشرين هجرية تلتمية تزاعة وعشرين هجرية يعني قبل ألف ومئة سنة يعني ما كوز دا هذا النون دا ما كوز بربهاري بربهاري تبرد كوز طيب البربهاري رحمه الله تعالى صفحة مية خمسة وثلاثين في شرح السنة قال ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية دا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى نمشي قدام لسا طيب بعد دا نبدأ النصوص ونجي الردع لبعض الشبهات التي يذكرها هؤلاء الناس ويردون بها على أهل الحق وعلى الحق قبل أهل الحق في كتاب اسم معالم التنزيل الإمام البغوي رحمه الله تعالى وفي كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير عليه رحمة الله أيضا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية من سورة النساء الآية في الآية تزعى وخمسين البغوي رحمه الله ذكر كلاما كثيرا لكن نحن نشوف منهم أولو الأمر قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله صفحة خمسمية واحد وخمسين من الجزء الأول قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اختلفوا في أولي الأمر فقال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم يعني عن ابن عباس وعن أبيه العباس وعن جابر رضي الله عنهم قال هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم وهو قول الحسن القول ده إنهم ديلا العلماء قال هو قول الحسن والضحاك ومجاهد ودليله قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قبل ما نجل القولة التانية الناس يا جماعة لما تجي فوضى في البلد وتجي فتنة ما يتابعوا أي زل أي زل عنده حنجرة ولا عنده صوت ولا بدغدق عواطف الناس ولا كذا ولا كذا ولا الناس بيحضروا لكثير خلاسي اتبعوه الله قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم طيب قال وقال أبو هريرة هم الأمراء والولاد ديليا هنشنوا الذين في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فكره فكره فليصبر قال فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية أخرجاه أي في البخاري ومسلم في ناس قال إن دا شهيد هفهم الكلام ما يخش شوق بي ركسساي حرية حرية وصفقة وبنات بر البلد شغالات كذي ثورة قولوا معاي ثورة لقيت في مقطع قولوا معاي ثورة شغالين كذي زي مكان تلخياتي شغالين ديل بي جمع بره وحدين جوه برضو يسرخ وحدين كذا وكذا مظاهرات فيها نساء فيها نساء دا دين في السلسلة الصحيحة للألباني أن أم كبشة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ائذن لي في الجهاد معك جهاد عديل مع الرسول عليه الصلاة والسلام قالت لا أنا ما أرجع معك ائذن لي في الجهاد ائذن لي قال لا قالت يا رسول الله أداوي الجرحا وأسقي العطشا أنا ما بشير سيف بس ما شمع المجاهدين بداوي الجرحا وبسقي شنو العرشا قال لا وأسقي العطشا قال لا ارجي اجلسي قال لا اجلسي لألا يقال محمد كان يغزو أو غزى بامرأة شام ما يقولوا جاهد بالنساء مرك بالنساء دي رسولا جهاد باطل ذاته خروج وما رقين معاون نسوان ورح وصفقوا لهم وجيبوا مقطع ولدين وشا يليم ومعاهم بيت قدام الحكومة يخدتوا شنو صبارة ويشربوا منها يعني ده امتصار خلاص شربتوا موية قدام الحكومة واحد رفع في كتفين واحد رفع اللي بيت قال لك في كتفين وها نجح التب دي أبوها وين دي أمها وين دي أهلها وين والله الذي إلى إلى غيره تبرج وكما واحدين مع تصمين وقالوا دا يري الرحمة دا كاتر يا أخي يقولوا الحاكم جوه عن ناس والحاكم أدانا وجور زهيدة وهنا يعتصموا يخلوا الشغل انتو شغالين شنو انتو بتصلحوا عربات بتتحمل تخلوها يومين ثلاثة قاعدة ساي انتو بتعالجوا في بشر عيانين دا انتقام من البشر المرضى دي الظريبة كنا في سنار سمعنا قالوا في مظاهرة في منطقة من المناطق في اعتصام قالوا العيانين مرقوا بدي ربات ساوين مظاهرة البلد دي نجحت عليك الله والله الذي إلى إلى غيره دي العيانين ما قادرين يقعدوا برضو مرقوا نزال الله الحافظ هو استخل على الأمة دي والله الذي إلى إلى غيره هنأكتر شي حارقني انه الواحد بتدي الحديث والآية بعين لك كذف إنها بقول لك هوي كلام كنت ما ينفع معنا قبل قلت لك اندار تكفر أكفر عديل قول الرسول كلامه ما بإنفع معنا صلى الله عليه وسلم هو عكت لخبت هو عكت طيب قال وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له هديد قال بالبال الله كيف يا أخي أصبر يا أخي اتحمل يا أخي أمره يشتغل أدعو الله سبحانه وتعالى في قيامة يا أخي الكافر ده تراه ده يرحقه هنا ما بيختنع بين نصوصه لكن المسلم ده عنده آخرة مش في آخرة ولا ما في آخرة لو ظلمك حاكم بتلقى حقك ولا ما بتلقاه فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون تعملون طيب قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعا مات ميتة جاهلية رواه مسلم ده في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى آداء الجزء آل عمران والنساء ده التاني ده التاني صفحة 244-4445 الله نجل لحاديث عليك الله جماعة بس أنا دائر منكم حاجتين السلام دائر منكم بس حاجتين الحاجة الأولى ركزوا في لحاديث والحاجة التانية أحسبوها معاي بس نشوف ده حديث ولا حديثين ولا ده التلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا تمانية ولا تسع ولا عشرة ولا وهو والآخرة كذلك انت بس حسب معاي شوف النصوص دي وشوف تعامل الناس مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام طيب نبدأ بصحيح البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه نذكر من صحيح البخاري حديثين بس بنذكر حديثين إن شاء الله وتعالى نمش لي باقي الكتب قال ذكر السند إلى أن قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية أي العبد فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية لكن يسمع ويطيع في غير المعصية لقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم طيب الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد عطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره بغير العدل وبغير تقوى الله فإن عليه منه أي وزر أي فإن عليه وزرا طيب ده في صيح البخاري وهذان حديثان انت حسب معي ده الحديثين جيب صيح مسلم في حديث واضحة شمع يقول لك ده يزابيك حاكم عادل وذاك طارق السويدان قال سلمان رضي الله عنه وقال لعمر رضي الله عنه وحدين جايبين آثار يقول لأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أطيعوني ما طعت الله فيكم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كذا وكذا وكذا يا ذول أسف جيكينة أحاديث عديل وقوال السلف والصحابة ومنهم الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه ومنهم أبو ذر الغفار رضي الله عنه ومنهم أبو بكرة أبو بكرة الثقف رضي الله عنه ومنهم أنس ابن مالك رضي الله عنه طيب وهل سلمان رضي الله عنه يا طريق السويدان وغير هل مرق الناس مظاهرة هل مرق الناس مظاهرة هل مرق النسوان والرجال وقال له نمرق ضد النظام طيب ده في صيح مسلم ديلك يا جماعة ذكرنا حديثين في البخاري انتوا حسبوا معاي الحديث رغم ثلاثة اللي هو في صيح مسلم ديلك في البخاري قال انا بحاول شنو اختصر الاسانيد ويكفي التخريج ويكفي ذكر الصحابي الراوي قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن يعصيني ومن يعصني ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطعي الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني أدخل بيتك ما بدخل فقد عصاني فقد عصاني الرسول قال كذي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعده عن أبي أوريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ما في الرخابة في الرغاوة الشدة في عسرك ويسرك ومينشطك ومكرهك أشيل بتمشليه التنشيط وشيل بتمشليه التمضائك قال وأثرت عليك إذا استأثروا بحقك بحقك فاسمع وأطل ده في صيح مسلم ده الحديث رغم كم طيب الحديث ده رغم أربع الحديث رغم خمسة قال عن عبد الله بن الصامد عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي خليل من الرسول عليه الصلاة والسلام إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف أنا برض أسمع وشنو وأطيع طيب الحديث البعض رغم كم ستة عن جناد ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة ابن الصامد الله إذا كمان حديث واضح وضوح الحاكم ده لو شال حقك تصبر قال شال حقك الكلام ده كيف ما إن مرقت ما بيبقى شال حقك بس حقك ويكتلك ما رأيك شون يكتلك الناس يخفي السوق بدعملوا بحكمة قل لك المال تلت ولا كتلت طيب قال قال دخلنا على عبادة ابن الصامد وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي عبادة ابن الصامد رضي الله عنه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا بايعنا على شنو الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال وأن لا ننازع الأمر شنو أهله حكم وأن لا ننازع الأمر أهله إلا متين نازع إلا أن تروا كفراً 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 ما معصية إلا وأن لا 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 ناهية إلا استفنى وأن لا ننازع الأمر أهله إلا بس في الحالة دي إلا أن تروا ما يشاء عسايا إلا أن تروا كفراً ما معصية ولا فسق يقول لك آه مولانا والرقص الحاكم كيف الرقص كفر ولا معصية معصية لا لا ما يهو لا والقروج دي كان شاء له كيف ما يهو معصية ولا كفر معصية ظلم ما يهو يا مولانا والزولة إن بنى عمارة في ماليزيا كيف وإلا أن تأجر هناك كيف ممكن ده حقا توازي لا وكان بناه معصية لو ثبت لو ثبت معصية نحن هم نقولها لكن لو ثبت معصية ولا كفر والله معصية من يهو الحديث إلا أن تروا كفراً بواحاً بواحاً يعني شنو واضحاً لا لفس فيه عندكم فيه أو عندكم من الله فيه برهان ده حديث من الحديث الحديث الذي بعده ده الحديث رغم كم طيب قال عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين يعني لازمت وقعدت معاه كم خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي أي مات خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر يعني بكتر قالوا فما تأمرنا قال فو فو يعني أوفو فو بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم انتد حقه وطيب حقنا نحن الله بيسألك الأومات داك الله بيسألك سبحانه وتعال طيب الحديث الذي بعده عن عبد الله قال وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دا الحديث رغم سبعة سبعة أحزبوه من سبعة أحزبوه من سبعة داك ما هدية لهم أحزبوه من سبعة طيب قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حديث واضحة ما يقول لك يا الحديث دي في الحاكم العادل ويزا حكم بالحق وكذا وزي عبد الحي يوسف ولا طارق السويدان ولا غير دا لو شاء الحق قاعدين ظالم دا رد على الشين آدم إبراهيم الشين نازل والله الذي لا إلى غيره ناس ما ناس حق لو زول حق كان اتبع عن نصوص ولو زول دين جد كان بيبدأ بالعقيدة ولو شجاح حق كان بحارب أهل الشرك أول شيء والله كان دا على التوحيد انت هاي جو قاعد ما لك الله يشاله حقنا وناس الشرك شاله حق منه شاله حق الله أعظم ياته انت قال هو الله قادر يشيل حقه لكن قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم امتحن بتلبد ولا بتناصر الحق دافع عن الله سبحانه وتعالى قال عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها أثرة استئثار بحقوق الغير كما قال الإمام النوي رحمه الله في شرعي لصيح مسلم وأمور تنكرونها اقع في منكرات الحاكم دا اقع في منكرات لكن ما كفر ظالم لكن ما كفر واجب عليه توب ويرجع إلى الحق لكن لو ما رجع أنا أخرج عليه شوف النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك مش دا كلام واضحة جماعة كيف تأمر من أدرك منا ذلك لما نلقى حاكم نجد حاكما يستأثر بحقوق الغير ويفعل تلك المنكرات قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وتسألون الله الذي لكم ما قال مرق عليهم ابتجى حاديث أوضح من كذب في صحابة عديل بيسألوا بيقول له السيف نشيل علينا السيف ننابز بالسيف بيجيك حاديث الليلة واضحة إلا تجروا تاني إلا يشوفوا لهم حاجة تاني ما تقبلوا علينا س الدين والله ونحن طمعنا ورجاؤنا في الله سبحانه وتعالى طمعنا ورجاؤنا في الله سبحانه وتعالى أن يسمع هذه الكلمات أقوام جهلوا حكم الله فيعرفونه فيرجعون إلى الحق والله لقيت شاب الشاب ده الله دهه قوة فيه جسده قوة جسألني في الكلام دهه في الفتحاب قال له الخروج يبتلى قوال أئمة الأربع ولا حاديث هناك اشتلي المسألة بكرة حصل له موقف قدامه قال له والله أنا من الغضب يدي بترجف قوي قال له والله ما شهد دخلت مكتبي بس قعدت ما قدرت أكتبيش قلت طالما حرام والله ما أضاري بزول ولا أخرج طالما حرام وكثير من الناس كذي استغلوا ديل دعاة الباطل وإمة السوء الأئمة المضلون والسياسيون أيضا استغلوا جهل كثير من الناس عاطفة ويقودون للمهلكة كالنعاج والله ون يتفرجوا من بعيد حسن إذا النون دا إذا أهل قال وقال كمان شنو قدم نفسه يبقى شنو يبقى رئيس يا جنة يبقى جيك لا سيبقى شوية ويتفزيت يبقى كيف ذاته يقودوك من وين ذاته عشان تبقى تبقى رئيس رئيس عالمنا يا وده طيب قال دار يبقى رئيس عديد دكذا يبقى جيك لا في وقته نذكر الحديث ذا جما طيب قال عن عبد الرحمن دا الحديث رغم تمانية قال عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر ابن العاص فإذا عبد الله بن عمر ابن ابن عمر بن العاص رضي الله عنه جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إلي إلى عبد الله بن عمر صحابي جليل رضي الله عنه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة يعني المنادي نادى الصلاة جامعة قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فقال عليك الله اسمع الحديثة والله يا جماعة دم أعظم الأحاديث المؤثرة بهذا الباب وأي زول عنده إنصاف وأي زول دائر الخير لي نفسه ولأولاده ولأعرضه والله اسمع الحديثة ادخل بيته طوالي شغلك والبيت والمسجد والزيارات وتمشي وتجي وما تشارك في أي مظاهرة والله الذي لا إلى غيره والكلام نقوله تطبيل لحاكم ولا رضا لفلان أو علام من الناس لو الليل الحكومة انقلبت وجوه حكومة تانية مسلمة أيها نحن بنقول مبجوز الخروج وده الحديث رغم تمانية طيب قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم يوريه ني خير بعرفه للأمة عشان يعني ينالوا هذا الخير ويحذرهم من أي وينذرهم من أي وينذرهم من أي شر وينذرهم طيب قال وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِي جُعِلَ عَافِيَّتُهَا في أولها جُعِلَتِ الْعَافِيَةُ فِي شنٌ العوائِ للصحابة دل في عافية طيب قال وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِي جُعِلَ عَافِيَتُهَا في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا يعني تجي فتنة أذول قلت تجي فتنة تاني بعد أكبر منا القبلية تشوف تاني تجي فتنة أكبر القبلية تشوف يرقق بعضها بعضا قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب شوف النصيحة وين لما انتجي الفتن قال فمن أحب يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته الموت فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه الدون الشله بحب الدون له طيب ومن بايع إماما ده شاهد من الحديث ده الحديث رغم تمني ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع تطيع إن استطعت فإن جاء آخر جا حاكم تاني وده الحاكم ده قاعد جواحد تاني فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قال فدنوت منه داك التابع دنى من الصحابي قال فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه قال وقال سمعته أذني ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل يتكلم عن منه معاوية رضي الله عنه قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أجمع العلماء على أن أفضل الملوك بعد الخلفاء الراشدين وهم خلفاء هو معاوية رضي الله عنه أفضل الملوك وأفضل من عمر بن عبد العزيز ولا مقارة بينهما طيب قال هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله أطعه في طاعة الله وعصه في مأصية الله كان أمرك بطاعة أطيعه كان أمرك بمعصية ما لك ما تعصيه الرد على الشبهة أن معاوية رضي الله عنه جاءه المسور المسور بن مخرم رضي الله عنه ف المسور بن مخرم رضي الله عنه أيوة فناقشه في بعض الأمور قال معاوية رضي الله عنه تبت إلى الله تعالى فهل لك بعد هذا حج قال لا يا معاوية انتهى الآن الحديث الذي بعده ذا الحديث التاسع ذا الحديث التاسع عوائل الحضرم رضي الله عنه قال سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسمع على حديث ذي واضحة كيف ما بجوز الخروج حرام تمرق مظاهرات واجب عليك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى قال سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء هل يقال الله اسمع على الكلام ذا واضح كيف ودي ذا صحيح مسلم هذا برضو كوز ذا برضو كوز الدوك كم عشان تجيب الدم ذا برضو قال فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم بيطلبوا مننا حقهم ذا الأمر ويمنعوننا حقنا في كلامه وضح من دايما هم بيطلبوا حقه ولما نأجي لي حقنا ما بدون دا سؤال للرسول عليه الصلاة والسلام قال فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم مش كلام واضح فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم كله بتلقاوا قدام بتلقاوا بس انت تصبر كيف الحديث الذي بعده دا الحديث العاشر دا كمان من أوضح على حديث لما الناس الجزولي وحمد علي الجزولي والجماعة ديل المجارم ديل مش يضاعفوه عديل دا في صيح مسلم مش يضاعفوه عديل واضح دا ما بيتشوف دا واضح وضوح حاكم ظالم عديل شال قروشك وجلدك جلدك مش بمبانزا جلد عديل جلد خراتيش طيب قال حذيف بن اليمان في صيح مسلم قال حذيف بن اليمان رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنا كنا بشر زمان كنا في جاهلية وشر فجاء الله بخير بهذا الدين فنحن فيه الليلة نحن فيه خير الحمد لله صحابة فهل من وراء هذا الخير شر تاني بيجي شر قال نعم في رواية وفيه شنو لما نجي في الشر بيقول شر لما نجي في الخير تاني بيقول وفيه شنو دخن قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة اسمع الكلام هذا واضح كيف يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنة وسيقوم فيهم رجال الحكام الحكام ديل والأئمة ديل معاهم أعوان الرجال معاهم جنود تانهم وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ديل ناس عدل ولا ناس شر ناس شر طيب الحل قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ده كلام واضح كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع كلام ذلك ما واضح ولا ما واضح طيب نمش ده الحديث رغم عشر الحديث رغم حداشر عن أبي هريرة رضي الله عنه ديل في صيح مسلم ديل ما هي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية دي سو خاتم يا أستاذ دي سو خاتم قال شهيد وشهداء الثورة وجاهبين صور وكذا 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 دي سو خاتمة يا أمة دي سو خاتمة طيب وحدين والله لقيتهم في المزعلة دي والقضية دي بتاع الفتن واحد تلقاه يصور في البنات من جوة هي البنات برة وجوة من القزاة يصور يا جماعة دي الناس دي نسي يا جماعة الجلي الدكيف شوف المرة دي بشيلوها من وين شوف برفعوها في التاتشر من وين شوف المرة دي جات أزمة شوف المرة دي نفسها يا ذول يا ناس نحن بنقول للنساء أدخلوا البيوت لكن أمرقوا برة وظاهروا مجعل حرامي ولا صائل علي حاكم أمرقوا مظاهرات عديل وبنبان وجلدون وتدكورك تحتاج تحتاج ما إنت اطلعت أنت المرة ما هي كانت مكرمة معززة قاعدة في بيتها أنت اطلعت الله سبحانه وتعالى من أهبط آدم وحوى من الجنة قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما شيطان ما يمرقنا اللي اتنين أمن تمرقوا اللي اتنين فتشقى آدم براه لأن الراجل هو البمرق براه بمرق السوق ويشتغله البدعب طيب قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية في بعض النسخ وفي بعض الضبط بضم العين عمية قال ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه دي كمان براءة مسلم إلا الاثنين الأوايب في البخاري وفي البخاري ويكون في مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ما قال فليخرج قال فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية الحديث الذي بعده قال عن جندب ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية الحديث الذي بعده الحديث رغم كم 14 قال عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن نبيه إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان قال زمن يزيد ابن معاوية فقال فقال أحدهم أو فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة ده عبد الله بن مطيع لما شاف عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عمر يقال له أبا عبد الرحمن قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك ليحدثك حديثا سمعته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية طيب الحديث الذي بعده هذا حديث رغم خمسطاشر عن عرفج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان الحديث الذي بعده له حديث رغم ستاشر يعني تدعون لهم بالخير ويدعون لكم شنو بالخير وشرار أئمتكم يعني أقعب أئمة حكام يكون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم بتكرهون وهم شنو بكرهوكم وتلعنونهم ويلعنونكم انتو بتلعنون وهم شنو بالعنوكم قالوا قلنا يا رسول الله دا الصحابي عوف ابن مالك ابن مالك شو الكلام دا واضح كيف قلنا يا رسول الله أفلا ننابزهم عند ذلك لما نبغو شرار إننا نبغضون ونبغضون هنا لعنون ويلعنون أفلا ننابزهم عند ذلك السيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة والله أنا ما لقيت وضح من الحديث حاكم وقع في معصية وده بيجمع عليك التفسير الصعيح لشنو للحاديث السابق قال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله من معصية الله قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة مش كلام واضح حاجة ما هسه دا دار شرح قال لك معصيت دي تكره لكن ما تنزع يدا من شنو من طاعة تخرج عليه الحديث رغم سبعة عشر الحديث رغم تمنتاشر أو تزعتاشر تمنتاشر طيب في سنن النساي كل الكتب جبنا بخاري ومسلم وصيح سنن النساي للألباني والترمذي وابن ماجا وما كذي بس وكلهم وما ذي البس وسنن نبي داود والداريمي وغيره السيسي للصيحة ما في الكتب دي كلها كتب السنة بتقول ما بجوز الخروج إلا الجماعة ديل بتاعنا الغنى ذيك بتاعنا الرقيص بتاعنا السياسة وده داريمسيكه قال داري بقى كمان عنده برنامج انتخابي وكذا وإلى آخيري وقال اللي يام دي ما دار أبدأ معركة مع الأحزاب ديل شي يعين وغيره ومكذا ما دار أبدأ معاكم معركة أنا الآن معركتي على قال الله خلوني بس مع المؤتمر الوطني من السداري لخبتة وبعدين قال دائر مناظرة معاكم المشكلة طفش بر البلد هس أنا دائر مناظرة معاكم أليم فيك وين أنا دائرة وقاعد في السودان دي لا مارك ماليزيا ولا غير قاعد في البلد اتكاذي تعال تعال قرب خوابين ماركين ولو دين انت مارك ليه لو دين يا ذنون غيره انت مارك ليه يا أخي موسى عليه السلام ما شاله فرعون هناك وقال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ذنون قال خطاب عمر البشير زي فرعون وقال صبر له بس ستة جهور ولا السنة الجاية بيقول لكم أنا ربكم الأعلى عديل عليك الله في فجور في الخصوم أكتر من دي تلاتين سنة وقاعد في البلد ما قال أنا ربكم الأعلى بس يقول السنة دي يعني عشان يتبقيت مرشح معه وقال مرشح مع الرئيس قال قاطع النص عمك ومارك ماليزيا وبشكر في الصوفية وأنا ما جايك له شكر في الصوفية جاي بينه في صورة مع الترابي وقال بناظر أهل الدين وما قادر يميز بين حديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبين أثر عمر بن الخطاب إن ثبت عنه ودائر يناظر منه ناس الدين ذنون الله البلد دي غايته لف ودوران وأي ذوال يتكلم يده من باري كوريك بس وجبن عجيب ما لقين عبد الحي يوسف ده يصادم أهل الشرك بل ما شاء ليه ناس ودلوا بيض عبد الحي يوسف قال له نجينا نتعلم منك من الدين للخليفة وشال معه الفاتحة خدت شال معه الفاتحة وقال جينا نتعلم منكنا الدين وجاء بيجاء طالب بالعدل أعظم عدل التوعيد أعظم عدل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز قبل ما الطالب بالعدل مع الناس طالب بالعدل بإعطاء الحق لصاحب الحق لله سبحانه وتعالى توحيد يا أخي شرك منتشر طيب ده في سنن النسائي في الحديث رغم أربع الف ومية أربع وسبعين قال عن أبي وائل والشعب قال قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت قال النبي صلى الله عليه وسلم أهو تستطيع ذلك يا جرير أهو تطيق ذلك قال قل فيما استطعت قال فبايعني قال والنصح لكل مسلم أي وأن أنصح لكل مسلم طيب السلسلة الصحيحة للألباني نواصل في الحديث حديث معاوية رضي الله عنه ده حديث لجمع من الصحابة ده الحديث رغم واحد وعشرين طيب هو حديث معاوية وابن أبي سفيان رضي الله عنه وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي غريرة رضي الله عنه وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة وفي الرواية الأخرى الآخرة منهما وسبق ذكر هذا الحديث أيضا في بعض كتب السنة الحديث الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث أيضا من أوضح الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السيسلة الصحيحة وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمذي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغدات موعظة بليغة بعد صلاة الفجر ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب أو وجلت منها القلوب يعني خافت فقال رجل من أصحابه يا رسول الله كأنها موعظة مودع أي فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع وإن كان عبدا حبشيا يعني تسمع وتطيع فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأذى فيه وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم هو في السيسلة الصحيحة برغم 1758 عن أبي هريرة وهو في الصحراء قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك حلف له بالله مع الصلاة العصر قال له والله اشتريت بكذا وكذا وهو كذب التالت وهو الشاهد من الحديث قال ورجل بايع إماما ورجل بايع إماما يعني حاكما أميرا لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفا وإن لم يعطه منها لم يفي كلام ذا جماعة واضح ولا ما واضح واضح الحديث الذي بعده وهو في سنن الدارم ذا الحديث رغم كم 24 حديث ابن عباس رضي الله عنهما ألاس قربنا إن شاء الله حديث كثيرة جدا قال حدثنا أبو رجاء في سنن الدارم العطار دي قال سمعت ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية إلا مات ميتة جاهلية هذا الحديث رغم كم 24 والحديث رغم 25 في صيح مسلم وفي غيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو مشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم نرى إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم وفي لفظ يسخط لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم ويكره وفي الرواية الثاني أنصح والنصيحة فيما بينك وبينه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لابن أبي عاصم كما ذكرناه آنفا من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخل به فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال دي خمسة وعشرون حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن التقي بيكفيه خمسة بل بيكفيه شنو واحد بس واحد الرسول قال لك ما تمرك صلى الله عليه وسلم وقال لك وشرار وإمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله عوف بن مالك أفلا ننابزهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة مساجد مفتوحة والصلاة شغالة وإن ظلم وإن جار ودي أقوالا إما جمع ودي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ودي مذهب السلف والناس اللي بيمرقوا على الحكام في المنابر وهيجوا الناس زي محمد الأمين إسماعيل وزي آدم إبراهيم الشيخ الشين 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 وزي محمد علي الجزول محمد علي الجزول وزي نازنون ديلك البكورك من برة وزي ديل كلهم قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله والقعدية والناس اللي بيقول لك سلمية سلمية داك بيغني قال سلمية سلمية والناس في السجوم مرمية يا ود والله الناس اللي تفسحوا فسحة في البلد دي ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال والقعدية قوم من الخوارج دا صنف منهم يزينون الخروج ولا يرونه ما بشيلوا السيف لكن بهيجوا الناس بالخروج وفعلوا وكذا وهؤلاء فعلوا وقال لنا هذي شجاعة طيب من النقاط التي تحتاج الى رد زنون الجندة ما عليش يا جماعة نحن من اضطر نرد على الزول لانه في بعض الناس اغتروا به قال كلمة غبية جدا وكلمة الدل على ان الزول دا بل زول سياسي والله الذي لا الى غيره لا بهمه الدين لا عنده علاقة بالدين والله الذي لا الى غيره لا من قريب ولا من بعيد قال البشير ماشي للصوفية هل بيوديك الكريدة شنو قال قال ماشي تتمسح بالصوفية عشان تملون وسخ بوسخك دا قال الصوفية اشرف واطهر او وانضف منين كتة تملون بيوسخك دا والله يعني الصوفية اشرف وانضف والحاكم قال ايت تخفت منه جريت بر البلد دا وصخان الوسخ شنو والله قالوا دايرين حقنا اعظم حق كتة ولا حق الله الشعال الصوفية قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من رواية معاثر رضي الله عنه حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا وجايه ناظر الصوفية اشرف والصوفية اطهر انا بس بديك كتاب واحد دي من اكبر طرق الصوفية الليه القاذرية نحن بس دارين نجيب الكتاب دا ودارين نرد على الرجل دا ونختم الكلام طيب الفيوضات الربانية في المآثر والاوراد القادرية جمع ترتيب العبد الفقير الى لطف مولاء الجليل الجيلاني البغداد السيد الحاج اسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري وانا في ختام الكلمة دي بوجه رسائل للناس والله الذي لا الى غير طيب ان شاء الله تعالى دا اسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري وديدي شركة القدس للنشر والتوزيع تمانية شارع جوهر الدراسة القائرة عشان ما يقول لك حرفت الكتب انا بديك بس ثلاثة مواضع الموضع الاول صفحة تلاتة وستين لي خمسة وستين دي لاشرف دي لانضف قال صفحة تلاتة وستين لي خمسة وستين قال الفراعي بيمدح في شيخه القادري الجيلان شاء تعرف الصوفية ظلال دي ذات فرصة نوري المجتمع دا انه الصوفية دا الظلال تعين حجبات يا اخ نازق العقيدة ما في الله ما يعتقدوا انه حافظنا الله معلقين حجبات احنا لم نعلق حجاب ولا كمون لم نسف تراب ولم نلخبط عقيدتنا في الله دا وحامينا هم كفين أليس الله بكاف عبده طيب قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت دا ما تسقط بس عمك دا قال وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي دي لجرف وانضف فالجنة دا هوي قال ولي نشأة في الحب من قبل آدم وسري سرى في الكون من قبل نشأتي وسري في العليا بنور محمد فكنا بسر الله قبل النبوة ملكت بلاد الله أنت مرشح وانا جايه قصة في حديث في صحيح مسلم ترشحت نفسك دا قصت معنا نرد مك دي قبل ما تبقى أمير بعد تبقى أمير على البلد دي ونحن نبتل بيك بعد دف نقول مبجوز تخرج عليك بعد تبقى أمير لكن ستراوب نرد مك دي نجيك لأنه سي ما في حاجز ان شاء الله بعد تجينا ان شاء الله بس اتتتعال ناظرنا قبل ما تبقى أمير المؤمنين تعال ناظرنا عشان نرد مك ندك ستة صفر قبل ما تبدأ الشغلة ومارك برا قال الناس اللي بيقولوا ظنون دا دا ربقى رئيس جمهورية اها أنا ذاتي مارك وطاني ما جاي مارك وما جاي وطيب تما قلت أنا دا ربقى رئيس في البلد مسجلة وقاطع نص قلت لهم قاطع نص قال دا ربقى أخذت كمان خطته وبرنامج الانتخاب قال شاء الله سماع الجنو قال برنامج الانتخاب وساوين معا لغاء واحد برضو بن الضارات ساوين معا لغاء شاء الله تبتلعبوا زي والله ناذر الله ليس بأمانيكم ولا أماني آل الكتاب شغالين أماني بس أماني طيب قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي وقالوا فأنت القطب قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل ساعتي وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حماسادات يلقى الغنيمة دي الماء أطهر وأشرف قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي بمرايك في الكلام ذا جنو يا جنة ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا لاغلقت بنيان الجحيم بعظمتي دي الأشرف دي الأشرف وأنظف قال مريدي لك البشرى تكون على الوفا إذا كنت في هم أغذك بهمتي دي الأشرف بغيث المهموم وصاحب الكربة والله يقول أم من يجيب المضطر إذا ما بجوز لي مرت نادي شيخ ولا لي راجل ولا غيره ولا يناد فكي ولا ميت ولا حي إلا الحي الذي لا يموت قال أنا لمريدي حافظ ما يخافوه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقعة أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي وكنت أنا كنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما بريأ دعيناه إلا بتفلتي تف في عيون يعقوب عليه السلام وذي لا شرف وأطهر طيب أنا كنت مع إدريس لما ارتق العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي أنا كنت مع أيوب في زمن البلا وما بريأت بلواه إلا بدعوتي أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد دا النظيف وده الشريف الظريف الطاهر الأطهر والأشرف والأنظف أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي عرفت حقيقته النظيف والطاهر طيب قال دي صفحة تلاتة وستين لخمسة وستين صفحة مية واربعة عشر دا كمان ذكر بتاع المضاف ديل دا قال نظيف تازل أنه نعرفك بالدين شنو تازل عرف التوحيد كذلك لغة واصطلاحة متعارفة حافظ الدستور قال بتحدى في واحد قال له يبلي ثلاثة من الدستور دستور آية ولا حديث وقال أنا عمري الآن السنة الجاية بيبقى أربعين سنة حافظ كم جوزو من القرآن حافظ كم جوزو وقال بتكلم باسم الدين وجايبينه مع الترابي البنكر عذاب القبر والبنكر المسيح الدجال ينزل يخرج والبنكر نزو عيسى عليه السلام والبنكر أشرات الساعة لامات الساعة دا الترابي والله الذي لا إلى غير هو البسخر بالحجاج والمسلمين يقول برموا في الحجارة يقول ابن رمي في الشيطان الشيطان بتاع الشينو قال ليه هنا كلها مسجلة صورة وصوت للترابي ترابي بيقول الصحابة اقتتلوا في الكرسي دا قاتت يده معاو وبشرف فيه وجايب صورته معاو رابعنا هذيك في اليوتيوب وبيجاي هنا دا مع الترابي وبيجاي هنا بقول الصوفية أشرف وأنضف من انك اتجي تخوت وسخة كتا فيون والله يجعل الظلم ويجعل مطالبه هو وسخا ويجعل هؤلاء الذين هم أوسخ خلق الله وأسوأ خلق الله وأنجس خلق الله قال تعالى إنما المشركون شنو نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا دا لخلهم نظيفين وشريفين طيب قال صفحة مية واربعتاشر دا لنظيفين اسمعهم بيقولوا شنو قال ولو قدس سره أو كلمة نحو ورد الظور ويسمى حزب السريانية قال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صفحة مية واربعتاشر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنه ليس في الرياح مرة ولا في السحاب قطرة ولا في البرق لمعة ولا في الرعود زجرة ولا في العرش والكرسي شيء ولا في الملك آية إلا وهي لك أهلة شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت رب الأرضين والسماوات كاشف الكروب علام الغيوب ومخرج الحبوب ومسخر القلوب لمن كان مهجورا حتى يعود محبوبا يا الله اسمع قال شنو قال بحبوب هبوب هبوب بلطف خفي يا الله يا الله يا الله بصعصع صعصع والبهاء والنور التام بسحسهوب سحسهوب دي النظافة والطور والشرف انت ما عارف شب تتكلم في له شكر في ناس سائل له قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى قال بسحسهوب إن سحسهوب ذي العز الشامق بطهطهوب لهوب يا الله يا الله يا الله حم حم كهوب كهوب الذي سخر كل شيء وديل أشرف وأطهر ديل صوفية طيب صفحة 44 ديل أشرف ناس وأطهر ناس أنا ما قلت ثلاثة مواضع شاءل نختم المجلس إن شاء الله تعالى قال دي قال صفحة 44 بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقع لك مهم وأردت أن يدفعه الله عنك فصل رقعتين بعد صلاة العشاء أو في وقت السحر وتقرأ في كل رقعة بعد الفاتحة الإخلاص 11 مرة ثم تسلم وتسجد لله تعالى بعد السلام وتزال حاجتك ثم ترفع رأسك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 11 مرة ثم تقوم وتخطو 11 خطوة عندك هم قال لك تمش 11 خطوة تسوي شنو في الحداشر خطوة قال إلى جهة العراق إلى يمين القبلة وتقول في الأولى خطوة الأولى تقول فيها شنو يا شيخ محي الدين بالخطوة الأولى وفي الثانية خطوة الثانية يا سيد محي الدين وفي الثالثة يا مهلان محي الدين وفي الرابعة يا مخدوم محي الدين وفي الخامسة يا درويش محي الدين ودي الأطهر وأشرف وأنضف قال وفي السادسة يا خواج محي الدين خواج وأنضف وأشرف وأطهر قال وفي السابعة يا سلطان محي الدين قال وفي الثامنة يا شاه محي الدين وفي التاسعة يا غوث محي الدين وفي العاشرة يا قطب محي الدين وفي الحادي عشر يا سيد السادات عبدالقادر محي الدين ثم تقول يا عبيد الله أغيثني بإذن الله ويا شيخ الثقلين أغيثني وامددني الله ما أزم فكا آه الله أذن لكم أم على الله تفترون بجوز تنادي شيخ ولا غيره قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين بعدين أنت بتقول الحاكم الحاكم عنده اضطهاد والحاكم عنده ظلم والحاكم والحاكم بتشكر في الصوفية هذا لا حاكم ولا عنده تادشر ولا عنده مدفع وبرضو دار ظلمك هذا عمك دم بتعرفه ده برعي القوم برعي طمصنا صورت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم من رواية أبي الهياج قال قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما أبعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت ولا صورة إلا طمستها وفي رواية ولا تمثالا إلا طمسته ده صايم ديمة بيجاية وده أحمد وده صايم ديمة في النصر شوفك صايد البرعي أيوة ده في جريد تدار أغبى جريد سودانية وغير سودانية طيب قال فيها شنو ديلا الأطهر والأشرف انت ما أفاري من الزل انت ما قلت زلون يعني ده فهمك زلون وظلمون وعملون شوف ده بقول لك شنو قال استاذك يا فقير ده برعي القوم استاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير كن عنده ذليل حقير له أتبعك الصغير لا تميل أبدا لغير ما تميل له غير الشيخ قال كن له قريب جار له أخدم غير إجار من غير إجار تتخدم الشيخ أوعاك من الكجار ما تكاجر الشيخ ليا الشيخ ويمكن ما كذا وكذا وكذا دليل كشنو ومعاملة التجار كن ثابت عنده لا تضحق عنده الشيخ ده ما تضحق عنده قال لك كاتم بس قال في كربك عنده بدغيثك جنده تنادي الشيخ في الكرب والله في القرآن قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن عنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وفي النهاية ذنور رشح نفسه إن إنه يعني ذلك يبقى رئيس للجمهورية وده خلافة السنة ذاته كونك تطلب تطلب الإمارة دي ده خلافة السنة ذاته ده في صيح مسلم أقعد في الوقت يا ذو يعني في قدره نفسك تبقوك مرجح تولي مرة ما يدوك لها تبقى رئيس عليها البيت إنه في ذناب تعملها قضي بزاي ونخبطها وكذا وكذا كنت ما أفاهم في الدين شي ذول يا ناس مبميز بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمله وعطاله شباب وكذا وكذا والله يفكذا والله يفكذا يا ذو تكلم في التوحيد يا ذو تكلم في العقيدة تكلم في المنهج القويم بين الحق من الباطل وده حديث لو كان على حديث دي قالة تخرجوا كان بيشوفنا نحن سافرنا ماليزيا ولا قاعدين في البلد دي والله الذي لا إلى غيره ولو الخروج جائز نحن ما خيابة زي أكد لو الخروج جائز كان بنشرب الشاي في بيتنا ياب نفطر في شارع النيل ياب في أحمد شرفي أصل ما عندنا واحد ما بنمرك في ماليزيا ياب تعماليزيا طيب ده في صيح مسلم باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها قال حدثنا شيبان إلى أن ذكر السند قال إلى قولي حدثنا عبد الرحمن بن سمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة وإن أعنت عليها فذا أعتانا أجيب نص تاني واحد كفاية جدا وكذل واجب على النازل تتوب إلى الله سبحانه وتعالى والشباب ما يختروا والشباب ما يضيعوا ورى النازل ودوى الله الذي لا إلى غيره دمى صير مظلم لمن يموت في هذه المظاهرات ولمن يخرجوا فيها والله يا معد هذا كلام مخيف جدا رسول يقول لك ميتة جاهلية يقول لك لست منه يقول لك كذا وكذا وتتركب راس وتمش والكلام ده ما بيقى عليه كسي لأن الغضب والضيق والكبتل في نفسك اللي تشايفه كبت في نفسك والله الذي لا إلى غيره والجوع والتعب اللي تشايفه في نفسك والغلاء تتذكر أشياء واحد إنه مشاكل في البيت وغيرة 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 امرك بس مضايق زهجان من الحياة يقول لك أنا ماشي بس بموت بس قدام وديلغوا شو ينفخوه وأولاء والشهداء وكم ما تشهيد وحرية وعدل وصفقة وتررم وتررموا أشياء وتمرك مما يجيك ملك الموت بعد ذا بتشوف الحاصل بعد ذا بتتذكر الخمسة وعشرين حديث وغيرة من الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم شأن كذي الإنسان يراجع نفسه ويقعد في الواطد يدعو الله تعالى يصلح البلد ويدعو الله يصلح ولاة الأمر والإنسان يرجع إلى الله جل وعلا ويستغفر ربه سبحانه وتعالى والعاقل من اتعظى بغيره العاقل من اتعظى بغيره والله الذي لا إلى غيره وما إن جرور الناس ذيل ما تسمع لهم غانيون البسوا كل يومين ثلاثة أي مماو وغير من الناس تانا الغنديل وكذا وكذا ما تسمع لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أخي صحابة لما قتل عثمان من الجوز ترجم لهم قال ما خرجوا من بيوتهم إلى أن حملوا جنائز يا أخي سعد بن أبي وقاص أمن جاءت الفتن رضي الله عنه في صيح مسلم ما شهناك بر المدينة أمن زكروا له الفتن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العبد الغنية العبد التقي الغنية الخفي فر بنفسك من الفتن واصبر على الأذى حتى يستريح بر كما قال الإمام أحمد أو يستراح من شنو من فاجر نسأل الله يصلح إمة المسلمين ويتوب علينا وعليهم قال بعض الناس يصف من أمر بالسمع والطاعة أنه يتبع التيار المدخلي المدخلي الشيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي والشيخ زيد ابن محمد بن هادي المدخلي اسمه قريب من الإسم الله ولكنه أكبر منه فوغير هؤلاء من العلماء وده يمع عدم من شغل غناة الجزيرة تلك الغناء غناة الخنزيرة غناة الفتن والله الذي لا إلى غيره تحارب منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ناس بتاعهم فتن يا أخ مظاهرة القافي الشارع قذر كذي جيبوها قذر جيبوا لك البلد كلها قلبت والله الذي لا إلى غيره تأمروك الصباح برقشتك ما تلاقيك دعشوشة تطلع عليك البلد كلها وكذا جايبين برنامج كامل خشوا اليوتيوب برنامج كامل بحاربوا في المنهج السلفي يقولوا منهج الجامية ومنهج المداخلة ابتروا في الكلمات ولخبتوا ولغوثوا والله الذي لا إلى غيره دا ما منهج محمد بن هذه المدخل ولا ربيع بن هذه المدخل علماء أجل لا نحسبهم والله حسيم ولا شيخ محمد أمان الجامي ولا غيرهم من المشايخ والعلماء دا ما منهج أبهن دا ما نهج الرسول عليه الصلاة والسلام والآن دي سمعت خمس وعشرين حديث من النبي عليه الصلاة والسلام ما بجوز الخروج قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوا دي دي عادة أهل الباطل قديما وحديثا دائما بس يشاعات بس ولا عشان يبطلوا الحق يقوموا يعلقوا فيه شخص والشخص يبغضوا الناس فيه بعض المعارضين يقول أنتم مدعومين من الحكومة لذلك بتقولوا يعني هذا الكلام مدعومين بك وخلاص الريال وقف ما قلت مدعومين من السعودية باعت في البلد قريبنا قال لي كبير بالسن أسلي توفى رحمه الله قال لي دي أنا خوش معاكم بتدون بالريال ولا بيهدرهم الكويت قلت له والله لا لمن في الريال ولا الكويت ولا دائريني ولا دائريني عندنا الأخوان نصاح في بلاد الحرامين نحبون وكذا وكذا ويحبون ومنهم من نعرف ومنهم من لا نعرف وإننا أخواننا في الكويت وفي غيره عندنا أخواننا في مصر سلفيين عندنا أخواننا في الجزائر من واصلهم سلفيين عندنا أخواننا في المغرب سلفيين عندنا أخواننا في تشاد سلفيين فارقوا الحزبيين أخواننا في فرنسا سلفين عندنا يتصلوا بنا يقول لنا لا يمدكوا كوكولا كادمين فيها كذا اردموها شنو كذا كذا التوحيد متابعين من هناك بدع متابعيننا معاصي بيردوا من هناك أخواننا في العالم كلهم سلفين ما أفكر ده كلام باطل مدعومين قال من الحكومة جايين نحن شفتنا جايين بيتها تجار ولا شايلين بندقية أقسم بالله نخطينا ما بعارب وضربوها كيف مدعومين كيف عنه لأنه رأوين كتمت البلد يدنا دي الباصطة لكالنا كلها بنا خدتها هنا دي كلها الباصطة بتجي وووك دي بس شغلها دي ما معروف تمشوين مدعومين قال يا ناس يا ناس خلوها مستورة زائب إن مدنا بتلقوا حاجات مكتوبة ديون ومصائب خلوها مستورة زائب وما دارهم منزول حاجة بفضل الله والله ما دارهم منزول أبدا شي لكن والله إذا كذب والله ما بزول داعمنا أبدا أبدا والليلة لو ما سكون بكل صدر رحب ما عندنا جريرة عشان نخاف منها ولا أمنجية لكن ما ضد الأمر ولا بندع عليهم ولا بنحرض الناس عليهم ولا بنرد عليهم في الملأ ولا غيرهم من أهل البلد ولا كذا وكذا من الناس كله كذب يا أخ وده ما قالوا لنا نحن برانا قالوا لأي عالم جبه دعوة الحق دي صدع بالمنهج دا يا قالوا لأيت وهابي يا قالوا لأيت مدعوم من السعودية يا قالوا لأيت مشد يا قالوا لأيت داعش يا قالوا لأيت عميل يا قالوا لأيت تابع للحكوم الباص باص قل لهم دليلة شنو دليلة شنو كل ما عنده قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون ونحن خصماء بين يدي الله تعالى لكل من نشر باطلا وصفنا به ونحن لسنا بموصوفين به أي زول ظلمنا ضربنا أي زول اعتدى علينا في جسدنا دا في مالنا في غيره والله عافين لوجه الله سبحانه وتعالى أي زول شوه صورة دعوة ندلبنا ندعو لها دعوة الكتاب والسنة والأدلة والحجج الصاطعة القوية ولبس على المساكين والضعفة والجهلة نحن خصماء بيننا وبينه وخصماء له أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيام ما هي النصيحة للشباب الذين يجادلون حول المظاهرات والله يا جماعة نحن ننصح أوش نقول لون الإسلام دا جماعة الله قال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاب أدخلوا في جميع جوانب الإسلام ودمن الإسلام كون تكون صابر وما تخرج دمن الإسلام وديها دلة الآن خمسة وعشرين حديث ذكر خمس خمسة وعشرون حديث وديها دلة واضحة ودي كتب لا إم ودي شروحات وغيرة وما لم يذكر أكثر مما ذكر واجب علوني اتبع الحق وما إن جرفوا وراء لهواء وراء البدع وراء المطبلين لهؤلاء المتظاهرين والمعينين لهم والداعمين للشر وله الفتن الواجب عليهم أن يلتزموا وأن يستقيموا وأن يستقيموا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتيدوا فيما ينفعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وفي لفظ ولا تعجزن حافظ عليه صلاتك وحافظ عليه الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة خلي عندك ورد من القرآن خليك مستقيم واتبصرك من النساء المدبرجات غيرها ما تسمع غاني ما تسمع للثوار ذي بلقوا في قلبك شبهة فينها تبقى من الضحايا وتمود عليه شر وتمود ميتة جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل امشي السوق اشتغلوا كذا واصبر احمي عرضك دافع عنهم كذا وكذا قول لأشيل برد الله سبحانه وتعالى ودي رسالة الخطبات ذي الناس آدم إبراهيم الشين ومحمد الأمين اسماعيل والجزول وغيرهم توبوا لي ربكم يا أخ انتوا بترضوا في منه من التمس رضى الله في سخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس ومن التمس سخط الله ومن التمس رضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أو كما قال في حديث عائشة رضي الله عنه بزال عن عبد الواحد محمد نور وكذا 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 أنا كل الثوار يا جماعة كل الخوارج ما بجوز تتبعون ولا بجوز تتعاطف معاون ولا بجوز كذا وكذا وكذا وإنما الواجب على الإنسان أن ينشر الحق ويدافع عن هذا الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا والإنسان في الاختلاف قال فعليكم بسنة ودي سنة عدم الخروج وعدم التعاون مع أهل الباطل وأهل الشرك ومن يتولهم منكم فإنه منهم غير من دعاة الباطل جزاكم الله خيرا على حسن السلام تفضل البيع للحاكم ابن عمر رضي الله عنه ما في الموطأ ذكر البيع لكن الشيخ الفوزان حفظه الله سوء إلى هذا السؤال في الأجوبة المفيدة فقالوا له هل تجب البيع لولاة الأمور وهل تجب على كل أحد فقال الجواب تجب البيع لولاة الأمور قال لكن البيع التي تكون مباشرة هي من أهل الحل والعقد هم الذين يبايعون الحاكم مبايعة مباشرة قال وهؤلاء هم قادة الأمة يعني أهل الحل والعقد قال أما عامة الناس فهم تبع لهم لا يلزم أن يتكلم كل واحد منهم فيقول بايعة الأمير وبايعة الأمير لكن تلزمهم بيعة هؤلاء وهم أهل الحل والعقد يعني في مجموعة من الناس من العلماء من أهل الاختصاص من أهل الحل والعقد ديل بيقعدوا الحاكمة وبمشولوا بيبايعوا مباشرة أما عامة الناس زيوا زيك عامة الناس زي نورين دا بردو والجماعة والدناير وغيرهم من عامة الناس فديل تبع لشنو للعلماء والأهل الحل والعقد في هذه البيعة قال الشيخ الفوزان لا يلزم كل واحد منهم لا يلزم كل واحد منهم أن يبايع أنصار السنة جماعة من الجماعات المنحرفة سواء وصفوا أنفسهم بأنهم حزب أو غير حزب لكن هم فيهم صفات الحزبية لأنه إذا كان الهواري بقول لو رئيس الجماعة أمرك أو منعك تقيم محاضرة ولو كان في تأصيل التوحيد فهي يعني تمتنع فإن الجماعة دي وعندها رئيس وإلى آخر وهل انتهى الوقت وهل هي آخر محاضرة أو كذا ولأن الحزبية منطبقة فيهم الآن محمد مصطفى بيقول الإصلاح ما بجوز التعاون معهم ليه؟ لأنهم بدعاونوا مع السرورية هالبدع في حين المركز العام اللي هو بنتسب له بدعاون مع أهل البدع وهم في أنفسهم أهل بدع وذاتهم ويدعاونوا مع أهل البدع مع جمعية إحياء التراث وهو قاعد في نصهم بيقول ليس أنا في المركز العام أنا المركز العام ذاتهم مع أنه المركز العام مبتدع ومبتدع وهو محمد مصطفى ومبتدع ناظر الحزبية غرقانين فيها أخونا محمد صديق جزاك الله خير الحزبية غرقانين فيها ناس إذا أزول يتكلم في شيوخ بالحق يقول شيوخ قالوا كذا والرد عليهم كذا لأنهم قالوا كذا وقعوا في الباطل الفلان محمد الأمين هاجم الحكام في المنبر والرسول نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم محمد الأمين قال عن ظلال القرآن كتاب قيم جدا في مجاله والعلماء قالوا كذا والكلام ده باطل وكذا وكذا إذا البيهاجم مشايخ ديل هم بهاجموا في إنهم حمد مصطفى بهاجم الصحابة يقول الصحابة اقتتلوا في السلطة وقد يكون فيها حظ من الدنيا ومعاوية كان بالدعي وفلان كذا يضعم فيهم بالباطل والعلماء يرد عليه والشيخ سليمان رحيل يقول الذي يتكلم في الصحابة يقول الصحابة اقتتلوا في السلطة مخزول والشيخ الفوزان يقول إما جاهل ولم يدرس كتب العقيدة ولا عرف قدر الصحابة أو عنده نوع من التشييع الرفض وبعد دمحة مصطفى ما يرد عليه يعني يرد على الزول البرد على شيوخهم وما برد على الزول المعاون البرد على الصحابة وبالباطل ما بالحق فهم في الحزبية في يعني في أوسع أبوابها وإن لم يسموا أنفسهم هزبا هذا صلى الله وسلم عليه تفضل آخر سؤال عبدالحي يوسف رجل ملبس ورجل متناقض رجل متلون من أوسع عنواع التلون ذول بيقول في كتاب الاستبداد السياسي في ضوء الكتاب والسنة بهاجم العلماء وأهل العلم ال بهاجم الناس اللي يخرجوا على الحكام وفي نفس الوقت باجاي هنا لما الناس يهيجوا في مسجده يقول المساجد ما جعلت لهذا ويتكلم في المنبر ويجي باجاي اتناقض باجاي هاجم الحاكم والعدل ويقول دارين العدل والدين مقدم على الشخصية وناصحنا الحاكم في كذا وكذا ويمشي للصوفية يقول ذاك بتاعو الدلو بيض يقول له جينا نتعلم منك والعلم يعني موضوع العقيدة تهمله وموضوع دا باجاي التدك كلام ذاته غريب جدا ويقول لازم بتاعي اللقبة نسأل الله العافية في جامع قدام الناس يفتي بجواز العمليات التفجيرية والناس يهيجوا بس هيجا في جامعه يستحضر يمشي في بيته ولا في محل يقعد في كرسي أحمر يتكلم للناس وهذه المساجد ولم تبنى لهذا وكذا وكذا مع أنه بيدعو فيها للتفجيرات كلها مسجلة كلها صورة وصوت كلها وغير من الأشياء وغير من الأشياء نازل بتاعي اللقبة نازل ما فيهم دعوة الرسول أصلا ولا دعوة الإسلام ولا كذا نازل خالط السياسيين غير وغرتنا الدنيا وتركوا الأمر العتيق وهو أمر التوحيد وصاروا يزهدون فيه ونسأل الله العافية والسلامة فهذا هو الحق ذي الكتب ذكرناه ذي الأدلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته